تشافي يعلن الحرب على الابقار المقدسة في برشلونة لا رحمة بعد الان مفاجأة مثيرة لبورتا يحسم صفقة جديدة لبرشلونة قبل نهاية الميركاتو اسنسيو يعلن التمرد على الريال قبل نهاية الميركاتو بقرار خطير الازمة تتصعد تهديد عنيف من امبابي لبوكبا بسبب السحر الاسود بعد العناء والرفض رونالدو يجهز نفسه للرحيل الى ايطاليا خلال الساعة اقتربت الصفقة اوباميانك في طريقي للتوقيع مع تشيلسي قبل نهاية الميركاتو ليفر بول يعلنها رسميا بشان صفقة ديونغ من برشلونة اهلا بكم متابعين في عرب جول اخبار لا تنسوا الاشتراك السبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس والان الى تفاصيل النشر ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية ناتشاف يرنانداز المدير الفني لبرشلونة قرر وضع حدا لنفوذ قادة الفريق في انطلاقة الموسم الحالي وهذا يتضح من قلة مشاركاتهم في المباريات الاولى بالدور الاسباني ويملك برشلونة اربع قادة ضمن صفوفه وهم سيرجيو بوسكتس وجيرار بيكي سيرجي روبارتو وجوردي الابا وكان هذا الربع يفرض هيمنته على جميع المدربين وفي غرفة خلع الملابس لكن الوضع تغير بشكل كامل مؤخرا ووضحت الصحيفة في تقرير ان الربع بوسكتس وبيكي وريوبارتو والابا لم يخوضوا سوى تلك الدقائق المتاحة منذ بداية الموسم كمعدل عام وفي الوقت الراهن يعد سيرجيو بوسكتس القائد الوحيد الاساسي في الفريق واصبح جيرار بيكي لعبا مهمشا في برشلونة هذا الموسم حيث لم يعتمد عليه تشافي في اي مباراة كما ابقى جوردي الاب على دكة البودلاء في اخير مبارتين ودفع بالنجم الصاعد بالدي اما روبارتو فهو الوحيد الذي شارك في المباراة الثلاث ولكنه لم يخضع لأي مباراة اساسي وضف التقرير ان تيرشتيجن ارتد شارة قيادة برشلونة للمرة الاولى في مباراة ريال سوسيدات التي غاب عن سيرجيو بوسكتس للايقاف وهذا امر مثير للاهتمام ويؤكد ان هيمنة ما يطلق عليهم بالابقار المقدسة قد انتهت تماما كشفت صحيفة ااس الاسبانية ان رئيس نادي برشلونة اخوان لابورتا يخطط لحسم صفقة جديدة للفريق الاول لكرة القدم قبل نهاية الميركاتو الصيفي يوم غد الاربعاء ويحاول برشلونة تدعم مركز الظاهر الايسر على الاقل قبل 48 ساعة من انتهاء سوق الميركاتو وما زال لابورتا يصر على ضم لعب تشيلسي ماركو الانسو انتقال الانسو بحسب مصادر الااس لن يتسبب في رحيل الاخندرو بالدي وانما سيوثر على مستقبل جوردي الابا الذي لا يشارك اساسيا منذ مبارتين وتحدث لابورتا وفقا للتقرير مع الانسو ووكلائه وطمأنهم واكد لهم انه سيفعل كل شيء من اجل انهاء الصفقة قبل نهاية الانتقالات لان رئيس برشلونة يعتبره امرا رياضيا واخلاقيا في نفس الوقت بعد اشهر من المفاوضات واللعب وافق على الرحيل من شيلسي والراتب من برشلونة اذا انتهت صفقة الانسو لصالح برشلونة لن يعترض تشافي في المستقبل على رحيل الابا الذي عملت الادارة على مغادرته ملعب الكامبنو في العام الماضي ولم تفلح في ذلك لان اللعب تقدم في العمر واصبح مستهلكا بدرجة كبيرة لكن التخلص من الاسباني اكاد يكون مستحيلا في تلك المرحلة وبالتالي ليس امام تشافي سوى حل واحد اذا تعاقدوا مع لونسو وهو بقاءوا الابا على مقاعد البودلة دايما ولكن هذا ما قد يؤثر على فرص استدعاء في منتخب اسبانيا وفي المشاركة في بطولة كاس العالم يبدو ان ماركو اسنسيو جناح الريال قرر مغادرة الفريق الملكي نحو الدور الانجليزي خلال الايام الاخيرة من فترة الملكات الصيفية ويبتعد اسنسيو عن المشاركة مع الريال منذ بداية الموسم وهو ما اثار غضب الجناح الدول الاسباني وحاول الريال في الفترة الاخيرة بيع ماركو اسنسيو الذي يرفض التجديد خاصة ان تعاقده ينتهي مع الملك صيف الفان وثلاثة وعشر ويعيش اللاعب الاسباني فترة تردد حول بقاء داخل الملكي وحادسة في صفوف بطل دور ابطال اوروبا في النسخة الاخيرة حيث يبحث عن المشاركة بصفة اساسية وهو ما لا يحدث مع الفريق ورفض اللاعب الراتب السنوي الذي عرضه الريال عليه للتجديد وهو ما جعله يدخل في مفاوضات مع ميلا الايطالي وللانتقال لصفوفه بعد ان تم تقديم مبلغ 4.5 مليون يورو له السنوية وكشفت وكالة الانباء الاسبانية ان سنسيو اخبر واجكي لعماله خورخي مانداز بانه قرر الانتقال للدور الانجليزي رغم تعاقد مانشستر يونيتد مع البرازيلي انتوني جنح وايكس واضحت ان خورخي مانداز يدرس حاليا الخيارات المطروحة بعد تعاقد انتقاله الى ارسنال وكذلك مانشستر يونيتد خاصة ان فرصة مشاركته باتت مستحيلة في ريال مدري ويأتي غضب اسنسيو من قلة مشاركته مع الريال من اجل التواجد في قائمة منتخب اسبانيا في نهائية كاس العالم وذلك بقطر خلال شهر نوفمبر القادم تصهدت ازمة فضائح بول بوكبا نجم يوفانتوس الايطالي ومنتخب فرنسا التي اثارها شقيقه وانشر ماتياس بوكبا شقيق اللعب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر عدة فضائح لشقيقه وطالت احدها زميله في منتخب فرنسا كيليان بابي وكشفت صحيفة لكيب الفرنسي ان ان بابي وعيلته يتابعون من بعد ازمة بول بوكبا واشارت الى انه حالة اكو دمبابي بدليل قاطع ومصور بان بوكبا لجأ للسحر الاسود وللحاق الاذبه سيرفض كيليان اللعب بجوار نجم ماشستر يونيتد السابق في منتخب فرنسا ويتزام لمبابي مع بول بوكبا في منتخب فرنسا منذ ما يزيد عن خمسة عوام حقق خلالهما لقبي كاس العالم 2018 ودور امم اوروبا 2021 وتهزو هذه الازمة استقرار منتخب فرنسا قبل المشوار في الكاس العالمي قطر 22 حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع تونس والدنمارك واستراليا لا يزال مستقبل كريستيان رونالدو مع اليونيتد في الهواء مع بقاء ثلاث ايام فقط على نهاية موسم الانتقالات الصيفية الحالي كما الابلاغ طوال الصيف عن رغبة رونالدو في مغادرة اليونيتد لتأمين مشاركته كرة القدم في دور الاوطال الاوروبية المشكلة التي واجهة دون ووكيله خرخي ماندس هذا الصيف هي ان العروض ليست وفيرة للعب البالغ 37 عاما احد الانديا التي ارتبط بها رونالدو مؤخرا هو نابولي الايطالي وفقا للصحف بينجاكويس من شبكة السي بي سي فان فترة الانتقالات الصيفية الحالية لن تشهد انتقال كريستيانو الى صفوف نابولي واوضح ان نابولي واليونيتد قلل من تكاهنات صفقة الدون كما ان الاخير ليس راغبا في تلك الخطوة ورغم ان الفريق الايطالي مشارك في دور افطال اوروبا ربما بعد كل ما تم الابلاغ عن خطوة رونالدو المستقبلية لا تعتمد على كرة القدم في دور الابطال الاوروبي بل ما يهمه اكثر هو ضمان المشاركة المنتظمة في التشكيلة الاساسية كشفت تقارير صحفية ان تشيلسي تساوره الشكوك بشان امكانية التعاقد مع اللعب بيريمريكو باميانغ من صفوف برشلون هذا الصيف وارتبط الجابون بخطوة الرحيل عن برشلون الموسم الحالي بعد الانتقال الى الكامبنو في صفقة مجانية الشتاء الماضي وذكرت تقارير صحفية في الفترة الاخيرة بان تشيلسي لديه الرغبة القوية في الحصول على خدمات لعب ارسونال السابق ولكن يبدو ان الامر قد تغير الان حيث ذكرت شبكة ذي اثليتيك الانجليزية ان هناك ثلاث اسباب دفعت البلوز الى اعادة التفكير في صفقة يوباميانغ المحتملة ووضحت ان السبب الاول يتمثل في السعر المطلوب من قبل برشلونة وهو ما يزيد عن 15 مليون جنيه استرليني ورفض مسؤول تشيلسي لتلبية مطالب النادي الكتلون وفادت ان السبب الثاني يعود الى سن اوباميانغ حيث يبلغ من العمر حاليا 33 عاما اما سبب الثالث فهو ان الجابون من المرجح يطلب راتبا ضخما بينما يفضل تشيلسي تقديم عقدا يتضمن مكافآة تحفيزية تتعلق بالادة ومن ثم فان تشيلسي قرر اعادة التفكير في صفقة يوباميانغ وربما تتجي انظار الادارة الى بدلاء اخرين في الايام القليلة المتبقية من نفذة الانتقالات الحالية كشفت تقارير صحفية حقيقية وجود مفاوضات بين نادي ليفربول ولعب وسط فريق برشلونة فرينك ديونغ لثمه هذا الصيف ويعاني ليفربول من قلة خياراته في مركز الوسط بسبب كثرة اليصابات حيث يغيب كلا من نابي كايتا اليكس اوكس لايد وتياغو الكنتارا وكورتيس جونز وتسببت تصريحات كلوف في ارتباط الليفر باكثر من لعب لتدعم خط الوسط قبل نهاية نافذة الميركاتو وعلى رأسهم فرينك ديونغ وحسب ما ذكر الصحف فابريزيو رومانو فان ديونغ سفر الى لندن اليوم الاثنين حيث انه في اجازة بناء على قرار المدير الفني لبرشلونة شافيرنانداس ووضح ان سفر ديونغ الى انجلترا ليس متعلقا بالتنقل ولا تغييرات في وضعه بشان مستقبله وفاد انه لا توجد اي محادثات بين مسئولي ليفربول وديونغ بشان امكانية نقله على الانفيلد مشيرا الى ان اللعب الهولندي لدي خطط مختلفة حيث يركز على البقاء مع البرسة ليس منفتحا في الوقت نفسه على تخفيذ راتبه